تعلم متى تستخدم الكلمة السحرية لا هل تجد نفسك في بعض الأحيان تخضع لاوامر كثيرة وبشكل متكرر من الغير برغبتك؟ أو ربما تجد نفسك متورطاً بجدول أعمال كبير لمجرد أنك لم تستطع الرفض؟ حسناً، أنت مصنف من قائمة الأشخاص العاطفيين، فكلما كنت شخصاً يهتم بمشاعر الآخرين أكثر زادت الصعوبة لديك بالإجابة بالرفض حتى لو كان على حسابك الشخصي فقدرة الشخص على قول لا أمر متجذر في تركيبته الشخصية وهي ليست سمة سيئة بحد ذاتها لكن عندما تكون محط استغلال للجميع بسبب عدم قدرتك على إيقاف تعطفك مع من حولك يجب عليك أن تتوقف لوهلة وتراجع مواقفك مع الأمور ومع التدريب المستمر دائماً، يكون هناك نتيجة وتغيير تدرب على قول لا بين الحين والآخر فسوف تدرك أن الأمر ليس بهذه الصعوبة وأن الأشخاص الذين ترفض طلباتهم لن يحملوا لك ضغينة كما تظن لينتهي بك الحال حراً ولا يقع كل عمل على عاطقك وحدك ترجمة نانسي قنقر